أما بفقرتنا الأخيرة رشا رح نحكي عن الأنشطة الصيفية اللي بتكتار بفصل الصيف الفعاليات والأنشطة الصيفية لأن الصيف هو من الفصول اللي بتبعث الراحة والهدوء والنشاط وخصوصا عند الأطفال يعني منصير نرغب نحطهم بممارسة الألعاب الرياضية أو الأنشطة الثقافية رشا أكيد ورح نحكي أكتر عن هذا الموضوع بين الأنشطة الرياضية والثقافية كيف نحن قادرين نستغل هذا الوقت؟ أكيد ضيفنا لليوم مميزين وبدي رحب بشكل مباشر بالمعلمة هدية الرفاعي أيضا رح بدي رحب بالطفل عبدو جرجوس خليل وهو موهبي في العازف على آلة الكمان صباح الخير يفق اليوم؟ صباح الخير رواء؟ نياكيك على طول رواء أهلا وسهلا فيكم أهلا هدية يصعد صباحكم صباح جميع المشاهدين بالأول خلينا نحكي عن أهمية الأنشطة الصيفية بالنسبة للأطفال الأنشطة الصيفية طبعا هي تتميز بأنها هي مساحة زمنية حرة بعد انقضاء عام دراسي كامل تتميز بتنفيذ الأنشطة الترفيهية اللي بتلبي رغبات الطفل وحاجاته النفسية وطاقاته تكمن أهميتها في كونها هي عامل مهم لإبراز الإمكانات وتحقيق الزاد وإبعاد الطفل عن الروتين والملل وتحقيق الراحة النفسية وأيضا أعطاه فرصة لملء الوقت بما هو مفيد وممتاح فينا نقول هي بتساعد على استقلالية الطفل يعني فيه بإمكانه ينفذ أي نشاط بمفرده وهون بحب نوعها على شغلة مهمة أنه نحن لازم مترك للطفل المجال ليختار نوع النشاط الملائم لإمكاناته ورغباته فهون الطفل هو قادر على أنه يطور موهبته نحن هون الدور الأكبر بيكون كتربويين لنا فيه وزاعدة الطفل على ثقل شخصيته وبالتالي ثقل موهبته وتنميته وهون بزيد عنده الدافع الدافعية والثقة بالنفسة والإبداع بالنهاية ورح نوصل لمرحلة التمييز والإبداع وفيه احنا أطفال موهبين في شبتة المجالات مثل الطفل عبدو جورجيس خليل عبدو صباح الخير صباح اللور نسعر صباحا نحن ندرج نحنا وياك قدي عمرك؟ 9 سنين أيصف أنت خامن رابع رابع خلصنا مدرسة؟ أخذنا جلاء اليوم فيه جلاءات أخذ الجلاء؟ أه لا أسه لسه ما أخذ هلا ما سكل كمان وهيك قصص أنت بتعرف هاي القالية قديش الناص بتحبها؟ بعرف قديش لك؟ قدي إليك عم تتعلم عليها؟ أربع سنين أربع سنين يعني اليوم أنت قادرت تعزف أي شي سماعي ولا أنت بحاجة لنوطة اليوم؟ أوقات فين يطلع سماعي وأوقات بقراموضة وأوقات مننا هيك شي على زوءك هلا نصبح فيه مع هذا الورشي الحلو شو بدك تعزف لنا؟ نحن والأمر جيران أهلا فيه أحلى من هالأمر المعنا اليوم؟ شكرا 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 نحấn بóc كيفية مشاركة الأطفال بعد ما ترايقنا هالموهبة الجميلة كيفية مشاركة الأطفال بهذه الأنشطة ودمجهم فيها؟ طبعاً هذه الأنشطة تنفذ عبر مبادرتي اللي هي اسمها تميز بمواهبك وتفرد بإبداعك اللي هي مبادرة تطوعية مجانية تربوية وطبعاً صارت رسمية بدعم وإشراف من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وطبعاً تميز مبادرتنا مشاركة جميع الأطفال مختلف الصفوف من جميع المحافظات وهي عبر المواقع الكترونية طبعاً يعني فيوّعنا نواحي من جميع المجالات فيونا نواحي العلمية، الأدبية، الفنية، الاجتماعية، الوطنية الترفيهية كمان في مجالات الأنشطة لأعمال اليدوية وتلقائل في البيئة بيشارك الأطفال طبعاً مبادرتنا من ثلاث سنوات ولازالت مستمرة بشارك الأطفال طبعاً عبر الانضمام الانضمام للرابط المشاركة وبشاركوا بيختاروا نوع النشاط أو فينا نساعدوا عن اختيار الموهب اللي بتلائم حاجاتهم طبعاً نحن نختار أطفال الموهبين والمتميزين ندفعهم لبوادر التمييز والإبداع ونختار أطفال أكثر تمييزاً أو إبداعاً يعني مساعدة طبعاً للأهل والمجتمع المحلي والجهات الحكومية ووسائل التواصل الاجتماعي أكيد اليوم أي إبداع اليوم بحاجة للدعم لا ينجح نشوف هكي أعمال حلوة خلينا نحكي عنا اليوم يمكن هاد كنا كتير نشتغل عليه بالمشروع يعني حلمنا كنا هكي نعمله إسقاط على هكي مشاريع يعني نحنا كيف نحب البيت كيف نحب المدرسة خيال الطفل اليوم بلعب دول كتير مهم بهيك أصال خلينا نحكي بس نركز على موضوع النادي الصيفي الإلكتروني يعني خلنشرح أكتر عنه شو يعني نادي صيفي إلكتروني يعني طبعاً هي المبادرة بمثابة نادي صيفي إلكتروني يعني الطفل بيختار الأنشطة اللي بتناسب موهبته يعني مثلاً هلأ أنا الأطفال المتميزين الأكثر تميزة مثل الطفل عبده اختاروا الأنشطة اليدوية اللي بتساعدهم بتدفعهم على الاختراع والابتكار يعني الطفل بيصير عنده بيصير مبتكر صغير مكتشف صغير من دي سن بمبكرة يعني نحنا بنختار المواضيع اللي بتناسب كل مجالات الحياة مثلاً مواضيع وطنية مثل هون في عنا عمل وطني بيرمز للسلام وللمحبة وللتقالب مين اللي مساوى هاد المشروع؟ هذا الطفل عبده عطيته الأفكار طبعاً هو نفتك انتي؟ والله برافو اليوم مبدع مو بس بالعزف يعني عبده اليوم على جميع الجرباهات انتي اليوم شكراً يعني بعمر صغير يعني متير حلو هو حلو يشغل حلو كمان عن جد عن البيئة مثلاً هذا بركان عن السلام المرورية يعني عن الزلزال بمنافسة طبعاً هدول كمان جش رسم عبده وانا حافظ كمان بالانجليزة عمي حلو دعم أطفال سوريا لزهرة الزلازل يعني ما شاء الله اليوم ماميتك اللي مرافقتنا بالستوديو ماميتك أكيد نصبح عليك مدعم وأكيد دائماً الأهل هنون الداعم من الأكبر بيكون وبالتشاركية مع الكادر المدرسي التعليمي والتدريبي يعني في شغلات كتير حلو يمرأوا بالرسوم بس خلينا نقطع بشكل سريع لعند عبدوبي معزوفي السريع شو رأيك شو بدك تعسفلنا مثلاً سنان ماحلاً نعيش ماحلاً نعيش سنان وياس سنان ورجع وبذاكرت كله وراء يلا سمعنا عبدو شو بدك تعسفلنا شو بدك تعسفلنا شو بدك تعسفلنا شو بدك تعسفلنا يعني ما كنا نتوقع بيوم الأيام أنه هاي شعارة هاد البرنامج الكرتوني نرجع نسمع ونرجع يصير حلم من أحلامنا بالحياة يعني أنه أبسط حقوقنا هي العيش اليوم نحنا بسلام يعني فشكرا هيك لها الرجعتنا شوي هيك بساس كتير حلي بحياتنا شكرا كتير عبدو المتميز بأكتر من مجال خلينا نحكي عن مدى مميزات هاي الأنشطة فعاليتها قديش هي مهمة خصوصا بالتربية يعني أنه وقت الطفل بيندمج بهاي الأنشطة مثل ما منقول أحسن ما يلعب بالشارع أو يختلط يخالط بيئات معنا منيحة طبعا خلال تنفيذ هاي الأنشطة طبعا بعدي وقت الطفل بفصل أصف في هذه المبادرة ضمن الناضيسة في الإلكتروني يعني الطفل بصير عنده دافعية كبيرة للعمل وسرعة إنجاز من خلال الروح المشاركة والمنافسة مع بقية الأطفال بصير عنده دافعية كبيرة للعمل والتعلم واكتشاف أشياء مميزة طبعا هو الحابب يصير متميز ويأخذ رقم واحد السباق الأول طبعا كل طفل بصير عنده خلق فرص جديدة وخاصة يعني الطفل المتميز بصير عنده سرعة إنجاز أكبر للعمل وإتقان أكبر مهارات عالية وقدرات هائلة طبعا يعني بتصير عنده إتقان وإتقان وتفاني بالعمل بيقدمنا مجهود كبير يعني مميزاته كمان حصول على تكريمات نحن عم نميز الطفل الأكثر تميزا عم ندعم من الجهات الحكومية ومن جهات ومن وزارة التربية هل عم يكون يوم إلى دور خلينا نحكي اليوم عن دعم وزارة التربية للكون للأطفال المميزين للتسهيلات اللي عم تقدم للكونيا عن تشويك مع حضرتكم طبعا بحب وجهله تحية لسيدة الوزير التربية اللي دعم هيك مبادرات وأسنى عليها وقدمنا لكل الوسائل والإمكانات المتاحة وطبعا قدمنا تكريم يعني لمبادرتنا والأطفال لمبادرتنا وبتشكر كمان دكتورة ريمة ذكرية كمان رئيسة المكتب الصحفي قدمتنا كمان كل التسهيلات والتشجيع بقية الوزارة كمان تعاونوا معنا وقدمونا كل يعني الإمكانات سواء بينما أنت تسهيلات من مؤسسات بالمراكز بأي مكان يعني دائما متفاعلين معنا ومستجيبين هلأ بدنا ننتقل لعبده بدك تسمعنا لسه شيء؟ لا أبدا؟ لا يا عبدو لا يا عبدو شوفتنا شعر في شعر كمان بدية من تأليف طيب شعر يلا دمشقو ذرة العربي فيك الحضارة منذ الأزلي أنت يا أقحوانة الحب سلام لك حكاية الأمل سلام لمين هذا الشعر يا عبدو؟ أنا أسي هذه اللفتو برافو برافو بس عم نقول لك هلأ ما بدي عبدو أنت حلو شغلك حلو مواهبك حلوة تحكينا هيك أنت مين بيشجعك؟ مين بيشجعك بالبيت؟ أمه ومعلمة الأنسة هدية هدية طيب خلينا ننتقل معك اليوم ما كيف دوركم مع الأهل اليوم ما عم ترجعوا لبعض وقت اللي عم بيكون في عندك أي مشكلة عم تتواصلي مع الأهالي الأهالي وقت اللي عم يشوفوا أبنون خلال نشاطه ضمن البيت عندهم أي ملاحظة عم يرجعوا لعندكم طبعا الأهالي من دمجين مع أطفالهم مستمرين دائما بالقاع وعلى تواصل مستمر مع أطفالهم متابعة وإشراف يعني الأهالي خاصة الأطفال المتميزين باستمرار بشكل مستمر عم يتواصلوا معنا بهيئة خاصة من خلال طبعا بقدم لهم توجيهات بخلق بيئة مناسبة وظروف مناسبة مواتي للطفل لحتى يقدر يقدم هالنشاط والتركيز على عدم الضغط على الطفل طبعا لازم يكون تنفيذ هذه الأنشطة بفترات متزامنة مع كل النشاط وبشكل متناسق ومنظم لكي لا يصاب الطفل بالتعب والإرهاق والنفور يعني خاصة لأنه بيكون متراكم بزهن الطفل ضغوطات نفسية نتيجة تراكم الطاقات نتيجة ضغوطات نفسية والاجتماعية خلال المرحل الدراسية أو العام الدراسي فهون الأنشطة ممارستها هي تنفيذ للطاقات الإيجابية وإبعاده الحد من الطاقة السلبية ودفعوا لمزيد من استمرار من الألوان النجاح لوقت الأهل مثل ما حكينا فيه أطفال موهوبين هنون بيختاروا النشاط اللي بالطنيا فيه مثلا أنا بدي حط ابني بهذا النادي أنا بيختار له النشاط أو ممكن النادي يختار له هذا النشاط إنه هذا بيناسبك أو لا كيف ممكن طبعا النشاط حسب كل مرحلة عمرية يعني فيه أنا من خمس سنوات لاثمعشر سنة الطفل فيه يعني الطفل المتميز اللي عنده موهبة أهله اكتشفه طبعا الأهل بيساعدوا دور إلهم دور كبير بمساعدة التربوين على اكتشاف الموهبة منذ بوادرها يعني فيعني الأهل إلهم دور كبير بالتوجيه الطفل طيب هدية هيك بسؤال أخير أورشي عبدو أنت من وين جاينا اليوم؟ أنا محافظ الحمص أهلا وسهلا أهلا وسهلا والحمد للعسلامة أهلا وسلم كتير مبسوطين فيكن يعني واليوم غالية جيدة تكون علينا من حمص طبعا عبدو أنت والدك شهيد أكيدنا نترحم على روحه وارواح جميع شهداء سوريا بالختام الست هدية يعني هيك اليوم شو حاب تقولي اليوم كونه عندك اليوم براعم عندك اليوم جيل حضرتك كم تشتغلي عليه للمستقبل يعني؟ طبعا موجه الأهالي والتربويين باتي قدم نصائح للأهالي لإكتشاف مواهب أطفالهم لتعامل مع أطفالهم برفق وبهيئة الظروف والإمكانات لكل الطفل وأيضا يعني مساعدة المدرسة للتربويين في كل جانب من جوانب لخلق جوانب مناسبة للطفل يعني تنمية قدراته حركية البصرية لتنمية جوانب الشخصية لديه وتدعيم طاقاته وإمكاناته أيضا يعني وجه الجهات لجميع المعلمين لكشف التعامل مع الأطفال طبعا بكل مرحلة في كل منهاج دراسي يجب أن يكون فيه أنشطة مرافقة لحتى الطفل حتى يكون عنده حافظ أكبر ودافعية والذنمية ليصير عندنا تعزيز لهالقيم الإيجابية الأخلاقية والمجاهبة بدينا اليوم قصة تشاركية كان من حضرتكم من الأهل من الجهات المعنية والمختصة تقديم التسهيلات ودائما إلقاء الضوء على هيك مواهب كثير مهم بنا نقول شكرا لحضورك اليوم شكرا لتعبكم وكل الشيء اللي تقدمون لهذه الأطفال وعبته شكرا لجيتك من حمص يعني كثير غالية لصة علينا تعال عندي الألق شكرا لأكبر وتشكر السيد الوزير التربية دكتور دارم طباع لدامه تشجيه وتشكر محافظ ريف ديمشق أيضا على تكريمه وبقدم الشكر لمدير تربية ريف ديمشق الأستاذ ماهر فرج والدكتور ريمة ذكرية وكمان لمشرفة مجمع التربية وفي منطقة يبرود نحن بدنا نتشكر كثير على هذه الأنشطة وهذه الفعاليات اللي عم تعملوها وخصوصا لدعم الأطفال وخصوصا أبناء الشهداء شكرا لأيكم كادر الإخبارية شكرا لدعم كثير شكرا لحضرتك هدية شكرا لأكبر عملا تحياتنا لكل لكل أكيد يعني عبدو نزيل شوي طريقة طوال مني مصر ما تسمى أنا محدة بيطلاحك معزوفي أخيرة عبدو حافظ أنه ياكن نختم بشعر حافظ شي تاني سريع هيك طيب بنقول شي هيك على الكاميرا أه؟ قول أرسيت حبك في قلبي للأبد أنا التاريخ حطيت اسمك في الكتب شآم إذا ما كان الهوى تملك بي تملك بي فسمت أحلامك وردة على الشهب على الشهب قاسيون يغنى بالمجد ملحمة في كل حضارة عرفت منذ الأزل تشرين يزهب الجولان منتصرا رأيات الحقي ترفرف على الأمل على الأمل شو غاد يا عبدو شكرا لإلك وهنا اليوم هذا النجاح وهذا الإبداع بنا نهدي أكيد لروح البابا وبنا نظل مستمرين بهذا النجاح صحيح؟ صحيح نحن وياك بنا نقول شكرا لإلك وشكرا لكل الكادر الفني اللي رفقنا بصباحنا لليوم المعدة هالة السعدي عملكون شكرا وأكيد مخرج صباحنا غير لليوم جعفر أحمد ولكل الكادر الفني الموجود بالكونترول بيتنا رحولوا للكون وتقضواه مع كل حدا بتحبوه بحياتكم ومن يومين عبدو؟ باي باي أكيد بنا نتشكر مشاهدينا اللي عم يحضرونا والشكر الأكبر لعبدو ولوالدتو الموجودة معنا على هاي الموهبة الحلوة متمنى لكم بقية نهار كتير حلو تبوا بقالف خير باي 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 جاي